عندنا أزمة اقتصادية في بلدنا آه عندنا أزمة اقتصادية باعتراف السيد رئيس الجمهورية باعتراف كل المسؤولين بدليل الحزم الاجتماعية اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين محدود الدخل قد تكفي وقد لا تكفي ولكن أهنواية تسند الزير الأزمة جزء منها محلي سبب منها محلي وجزء منها عالمي وإحنا في هذه الأزمة يعاني قطاع ليس بالقليل من المصريين معاناة شديدة جدا في تدبير لقمة العيش اليومية في تدبير الثلاث وجبات اللي لم تكن الوجبتين هنا لما أنت تكون أمام شعب بيعاني من أزمة اقتصادية حدة غير أزمة 2016 يبقى الجميع لازم يراعوا حاجات كتيرة جدا الجميع ده اللي هو كل مسؤول علي أن يزن كلامه وتصريحاته بمزم من دهب ما يطلعش تصريحات تستفز الناس لأن الناس على آخرها وقلت لك أزمة اقتصادية أيضا بعض علية القوم من المشاهير من الفنانين من لعب الكورة لا يستفزوا الناس الغلابة بصور وفيديوهات تعبر عن عدم إحساسهم بالمسؤولية أنهم كمشاهير قاعدين في المجتمع فقير تعالى مثلا أخذ لك تصريح طلع من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو بيان عنوانه كده كالتالي أن نسبة الفقر تراجعت في مصر طبعا كل واحد قاعد كمواطن هيقرأ البيان ده يقولك تراجعت إزاي ده إذا كان الجنيه المصري العملة المحلية تراجعت 20% من مارس لحد النهاردة يعني أنا دخلي تراجع 20% يعني لو أنا بقى بطلت تلاف امتهم بقت 222-2300 ده اللي كان فوق خط الفقر بجنيه نزل يبقى مساعة الفقر زادت ولم تقل ده بالعقل وبسبب أيضا التضخم وبسبب انخفاض قوة الجنيه وأنت تتابع التصريح الذي نقلته وتناقلته كل المواقع الإخبارية تجد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتحدث عن تراجع الفقر في عام 19-20 وليس العام الحالي 22 لكن عنوان طيب هل أنا كمسؤول في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هل أنا محتاجة أطلع مثل هذا التصريح ما هيستفز الناس الناس مش هتقرأ تفاصيل الخبر وتقول لك تقول لك ايه الفقر واللي تراجع ده احنا طالعين أبونا ده مساعة الفقر زادت نهاردة انت لو تتصل بخالتك في البلد كنت بتديها 200-300 جنيه تقول لك جاي يزودهم للضعف لو انت بتقول أي حد من الغلابة بيقول لك جاي إذن الدنيا في غلاء يبقى لك مسؤول علي أن أنا راعي المشهد أكون دقيق في تصريحاتي أسأل نفسي هل التصريح ده يستفز الناس ولا ما يستفزهم شي